احنا زوار اخر الليل او قبل العرض اهما اصرحه يقوله اهما اصرحه يقوله وبهنيك على تياتر مصر وبقولك مبروك ولسه يمكن انا بتكلم في المخدمة بتاعتي بقول انت عامل حالة فريدة حالة مختلفة جدا وحاسس انك انت قدرت تعمل لنفسك وانكنت انت مختلف من البداية بس عامل لنفسك حاجة جديدة حالة جديدة بالنسبة لك ايه حكاية لطيفة الحمد لله يعني يمكن النهاردة حتى واحنا بنسجل احنا فيما بعد ان التجربة اتحققت يعني هي التجربة في دماغي سبع سنين سبع سنين بحاول مع اكتر من منتج ان هو يتحمس معايا زي ما انا متحمس انا ومعايا شباب جدات فكله كان يقولك يعني ايه طب ما تجيب نجوم طب انا عايز اعمل مسرحية المسرحية مدتها ساعة ويبقى عرض مسرحيتين وكل اسبوع قشين مسرحية واحط مسرحية جديدة ونعرضها فكايني كنت بقول لغارتنات فما حدش استوع باللغارتنات دي خالص لغاية تم شركة فيردي مع محمد عبد الحميد ومحمد سمير اتحمسوا اه عملنا الاول خدنا زي ستوديو كده عملنا التجربة في ستوديو عملنا زي مسرح عملنا ديكور مسرح في ستوديو وصورنا اربع مسرحيات فالمسرحيات تم تعرضت حتى في الحياة عجبتهم الفكرة قوي لكن قالوا عايزين الحكاية اكبر فما جينا اخدنا مستا اوبرا هاوس 1200 كرسي اول يوم عرضنا كان عندنا اربع تذاكر بس بس احباطك طبعا لا خالص بالعكس لان ما حدش يعرف ان احنا بنعرض اساسا ولا حد يتخيل ان في عرض لكن احنا بنجرى بس كان المسرح مليا ارايبنا وصحابنا ومعنايا الشباب كله جاب ارايبه ارايبه وصحابه بتاع فكان المسرح مليا عادي فيه اللي انت عامل في البرومو انه كلهم جئيب كلهم ببلاش ده كان الموسم الاولاني فيعني مع نهاية الموسم الاولاني كنا المسرح كله كمبليل الحمدلله بدأنا الموسم الجديد من اول يوم كمبليل يعني اسفين الف وماتين كرسي اللي احنا شايفينه مفاضين دول هيتميلو كمان شوي ان شاء الله عظيم ما شاء الله والنهاردة سابت كمان اه يعني اه ده متكسب بقى العملية دي من المسرح لا يعني لان انا حريص على ان سعر التسكرة يبقى صغير يعني سعر التسكرة خمسين جنيه فبالنسبة للمتفرج زي وزي السينما يعني احنا قدامنا سينما هنا هو التسكرة بخمسة وسبعين جنيه فيعني التسكرة خمسين جنيه دي عامل عنصر جذب تاني بالاضافة ان انت تتفرج على العرض النهاردة مش هيتهارض في التلفزيون قبل تلتة شر فدي برضو عاملالك انت ايه ميزة كمتفرج انك انت بتشوف حاجة لايف كمان يعني دي لا ولكمان الواحد لما بيقعد في المسرح غير لما تتفرج على التلفزيون يعني شعور المسرح وانا فاكر روحنا احنا جير واحد اصلا لما نروح المسرح زمان وكنا نشوف الاستاذ فقاد المهندس واستاذ مدبولي قاعدين في المسرح واحنا شايفينهم قدامنا كده بندحك والمزكة بتتلاعب من وراء غير لما كنا بنشوف الحاجات في التلفزيون الاحساس مختلف ولا ايه بزاق لا احساس حاجة تانية خالص مسرح انت قاعد في ظلمة وفي مكان في وشك هو اللي منور واللي واقف على المسرح ده انت شايفه هو مش شايفك اوكي انت كمتفارج ففيها حالة نفسية غريبة يعني دي حصلتلي من صغري وده اللي حبيبني في المسرح اني بقى انا اللي عليها الاضاءة والناس هي اللي قاعدها بما فيهم والدتها الله يرحمها الاول مش مستوعبة يعني يا بقى ممثل وبعدين بقت تحضر في عروض المسرح بتاع المدرسة وصول ثقافة ونوادي وحاجات زي كده فلاقيت تشجيع منها فيما بعد الى ان دخلت في المجال التجاري وشفت الجمهور الحقيقي اللي جاي بدافع تذاكر وداخل بيتفرج وبيستمتع فدي زي ما فيها متعالية انا متخيل المتفرج وهو مكاني ونحن نستمتع بس اسمح لي بقى النهار دا ان احنا نستمتع اكتر انا جاي النهار دهنا معاك اليوم بعد اذنك وتنور واتفرج معاك على المسرحية اوي وبعدين يكون في بالنحور ان شاء الله بس ياريت قبل ما نبدأ عشان انا عارف انتو ديك وتقوس معايانة بتعملوها ياريت تعرفني بالفرقة المسرحية الجميلة العصابة لا هي اسمها العصابة العصابة طيب اتمنى اسمها امت